اشتركوا في القناة الحديث عن ما بقي من هذه الأحكام السبب الثاني من أسباب سجود السهو هو في الحقيقة النقص ما معنى ذلك وما حكمه النقص قد ينقص الإنسان أحيانا من واجب قد ينقص من ركعة قد ينقص أحيانا من ركن وقد ينقص من أمر مسنون ما الحكم في مثل هذه الحالات نبدأ بالحالة الأولى إذا أنقص الإنسان من ركعة فماذا يصنع الجواب عليه أن يأتي بهذه الركعة ثم بعد ذلك يسجد لي السهو الحالة الثانية هي إذا أنقص ركنا من أركان الصلاة ما مثاله شخص مثلا نسي أن يسجد أو نسي أن يركع أو نسي أن يقرأ الفاتحة نسي الركن من أركان الصلاة ففي هذه الحالة أيضا نقول عليك أن تأتي بهذا الركن ثم بعد ذلك تسجد لي السهو لكن أحيانا قد يكون هذا الركن الذي غفل عنه الإنسان أو نسيه قد يستدركه أو يتذكره في أثناء الركعة وقد يتذكره أحيانا بعد الركعة فماذا يصنع في الحالتين يعني فلنفرض دعونا نمثل حتى يكون الأمر واضحا أنت الآن نسيت الركوع ثم سجدت تذكرت في سجودك نقول لك في هذه الحالة عليك أن ترجع فورا ثم تقوم ثم تركع أولا ثم ترفع ثم تسجد فتستدرك ما نقصك من الصلاة الحالة الثانية أنت الآن انتهيت من هذه الركعة قمت إلى الركعة الثانية إذا قام الإنسان إلى الركعة الثانية الذي عليه جمهور العلماء أن الركعة الأولى إذا قام واستتم قائما فعليه حينئذ أن يجعل الركعة الثانية بديلا عن الركعة الأولى بديلا تماما عن الركعة الأولى وحينئذ تكون الركعة الأولى باطلة فيستدرك ما فاته ويبدأ ركعة جديدة هذا الذي عليه أكثر أهل العلم الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة هي أن ينقص الإنسان واجباً من واجبات الصلاة مثلاً أنقصت التكبير مثلاً لم تكبر أثناء الانتقال إلى رقوعك أو إلى سجودك أو نسيت أن تقول سبحانه ربي الأعلى في سجودك أو نسيت أن تقول سبحانه ربي العظيم في رقوعك أو نحو ذلك من الواجبات فماذا تصنع في هذه الحالة؟ نقول لك في هذه الحالة أتمم عليك صلاتك وأسجد بعد ذلك للسهو وأكد أن السجود السهو أيضاً في هذه الحالة وفي الحالة السابقة فمعنى ذلك أنك إذا غفلت عن واجب من واجبات الصلاة أو نسيته فعليك حينئذ أن تسجد للسهو إلا أننا ينبغي أن نقول أحياناً قد يغفل الإنسان عن الجلسة الأولى أو التشهد الأول ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ هذا الأمر حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مالك المشهور بابن بحين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي به منظور فحين صلى الركعتين قام إلى الركعة الثالثة نسي عليه الصلاة والسلام أن يجلس للتشهد الأول فمضى في صلاته ومضى الناس معه وقبل ختام الصلاة وقبل أن يسلم والناس ينتظرون سلامه سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم لكن أحياناً وهو أمر يقع كثيراً قد يستدرك الإنسان أنه نسي الجلسة قبل استتمام قيامه دعوني أطبق هذا وأسمحوا لي بهذا يعني لو كنت جالساً مثلاً فالآن أردت أن تقوم أثناء قيامك لم تستتم قائماً تذكرت ففي هذه الحالة يجب عليك أن ترجع فتجلس وتأتي بالتشهد لكن لو فرضنا وهي الحالة الثانية أنك قمت استتممت الآن قيامك ثم بعد ذلك تذكرت ففي هذه الحالة لا يجوز لك بحال أن ترجع قال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس فإن استتم قائماً فلا يجلس وليسجد السجدتين أي يسجد السجدتين السهو هذه الحالة تقع كثيراً أيضاً الحالة الرابعة فيما إذا نسي الإنسان شيء من المسنونات هل يسجد ولا ما يسجد يعني شخص مثلاً معتاد على دعاء الاستفتاح أو على رفع يديه ولكنه نسي أن الإنسان إذا كان معتاداً مكثراً من فعل هذه السنة وغفل عنها في هذه الحالة فلا جنح عليه أن يسجد وهو مسنون في حقه وإن كان غير معتاد على هذه السنة فالأولى به أن لا يسجد حينئذ هذه بيان حالات السبب الثاني ننتقل بعد ذلك إلى السبب الثالث وهو الشك ما معنى ذلك؟ الشك هو التردد إذا الإنسان والله الآن ما يدري هي الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ماذا يصنع في هذه الحالة؟ قبل أن نبين حالات الشك والحكم فيها أشير إشارات مهمة جداً الإشارة الأولى إذا كان الإنسان مثلاً صاحب أسوسه يكثر من الشك كثيراً ففي هذه الحالة نقول لا تلتفت أخي الكريم للشك لا تلتفت تماماً للشك الحالة الثانية إذا كان الشك عرض له بعد فراغه من الصلاة فأيضاً في هذه الحالة نقول أخي الكريم لا تلتفت للشك تماماً الحالة الثالثة فيما إذا كان الشك مجرد وهم يعني لم يكن شكاً واضحاً بيناً فقط مجرد خاطر ففي هذه الحالة أيضاً لا تلتفت للوهم طيب شككت في الصلاة لا تدري الآن هل هذا هو الركوع هل هذا مثلاً هي الركعة الأولى أو الثانية هل هذه السجدة هي الأولى أو الثانية هل أتيت بكذا أو لا إلى آخره وقوي هذا الشك فيما إذا كان بعد ففي هذه الحالة ماذا تصنع نقول لك أنت في هذه الحالة بين أمرين الأمر الأول أن يغلب على ظنك شيء فإن غلب على ظنك شيء فيجب أن تعمل به ودل عليه حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب يعني فليجتهد ولينظر فإن ترجح عنده شيء قال فليتم عليه ثم ليستد السجدتين أي ليستد بعد ذلك السهو هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان ما عندك شيء يترجح لم يترجح لك شيء مطلقا فماذا تصنع في هذه الحالة أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك الحكم في هذه الحالة فقال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم قال عليه الصلاة الثانية إذا شك أحدكم في صلاته فلم يذري كم صلى أثلاثاً أم أربعة فليضطرح الشك وليبني على مستيقاً ثم ليستد السجدتين ثم ليستد السجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إثماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان فمعنى ذلك أنك تبني على اليقين فأمثل مثلاً أنت الآن في الركعة لا تدري هي الثانية أم هي الثالثة نقول هل عندك شيء يغلب على ظني؟ قلت لا والله ما عندي شيء يغلب على ظني إذن نقول لك الأصل أن تبني على اليقين ما هو اليقين في هذه الحالة؟ النقص اليقين أنك لم تأتي بالفعل فنقول لك في هذه الحالة اجعل هذه الركعة هي الركعة الثانية ثم أتمم صلاتك ثم أسجد سجدتين ثم أسجد سجدتين هما سجدة أسهو هذه أخي الكريم هي بيان الحالات التي تتعلق بالسبب الثالث